السلام عليكم مرحبا بكم في قناة ديدي استمريم اليوم سوف نقدم البصارة في هذا البرد راها زوينة بسف بسف وكل شي يدير البصارة غير انا عندي لها واحد شوية دي الاضافات اللي كي خليها الصراحة كدشي ديدة بسف بسف مع تفش كتكون قطيب ما كدش فيها ديك الريحة دي الخايبة اللي كنشموه في البصارة صراحة والله كدشي هائلة في الماطق اللي كي شوف القناة الاوف المرة يشتركوا في القناة شتركوا في القناة وشجعوني باش انفعل القناة ان شاء الله ما فيها بس ديروا لي متابعة و جامل الفيديو شوفوا لي الفصارة ضفت عليها هنا زيت زيتون و شوية الكامون و الفلفل احمر الحار هادا كي بقى اختياري على حساب باش كتب اغيره اول حاجة ادرتها انا هنا خديت كيلو لارو ديال الفول غسلته 750 كرام المقادر كي بقى على حساب كل واحد شحي يبغي هنا واحد شوية ديال ديال الماطيشة لمشي نسم الماطيشة قلى هير طريفة صغيرة ديال الماطيشة ولا ديال الماطيشة وطريفة صغيرة بطبيعة الحال التومة ستجربوا هذه الإضافة للبصارة و اردوا على الخبار ان شاء الله ستجربوها و ستعجبكم و ستدرقكم يجي مدق مختلف كتجي فيها رحة زوينة بالسف هنقطع هذه البصلة كيجي مدق مختلف كتجي الرحة دي لو هي كتب زوينة كتش هي انك تقوليها الصراحة منهار وليت كندير لهذا الإضافة وليت كتعجبني أكتر قدرت عليها شوية البصار تحميرها الفلفل الأحمر شوية حتى هو غير واحد نص من العقة شوية ديال كامون من طبع الحال كامون را كنضيفه في الأخير وكنضيفه حتى في كل واحد كي حتى تحطوها في الطبصل ديالكم راكم كتضيفوا لها الكامون هنا درت المسخون و غادي نخليها كتب على نار مهيلة كما دي ما تقول دي ما تقول مهيلة سوف غادي نخليها كتب مزيان مزيان عاد غادي نضيفوا لها الملحة و شوية ديال الزيت و شوية ديال كامون و غادي نطحنوها اللي بغيتو تضيفوا لها الفلفل الأحمر حار ضيفوه كيبقى اختياري كي قلت لكم ولكن الماداق ديال ديال بنا ديال الفلفل الأحمر كتعجي فيها زوينة بسف سافي هنا كم شفتوا معي هاي رطابة غادي نطحنى غير واحد شوية بهمونيلك سهدي بهاد الطرب هادا غادي نطحنى غير شوية سافي و غا نقدموها بسحور راحة هنا ضيفت لها كيف شفتوا الفلفل الأحمر الحار و كامون من بعد ما تحنتها سافي غادي نطحنى غير طلع فعل غلية جاتكم قاس حادير و لها شوية دلمة و خليوا تطلع فعل غلية و قدموها بسحور راحة بسلام عليكم و ما تنسوش الاشتراك للقناة و جيني الفيديو إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة